بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا أيام مباركات وأنوار أنوار ما ليحصر ولا ليعد موكرم ربنا سبحانه وتعالى واسع وإزاي احنا بنتعجب وربنا سبحانه وتعالى يعطينا عطاء من لا يخشى الفاقة وإزايك لما نيجي نقعد بقى في الأيام دي لازم نقعد مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم وتعالوا نسلم على رسول الله السلام عليك يا رسول الله اللهم سلم وبارك وتمم نعمتك على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم احنا النهاردة عايزين نقعد مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ونتنسم نفحات هذه الأيام المباركات ونقرأ حديثه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث اللي اخترنا النهاردة حديث بيحب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث من كراماته على هذه الأمة بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم وهو حديث سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء هذا الحديث روا سيدنا الإمام بخاري وهو حديث مفرح مسعد إن هذه الأيام ربنا سبحانه وتعالى كعلى أيام منا وجعلنا أجعلها أيام رواح ويروح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية تانية للحديث يعدد لنا إيه ممكن نعمله فقال صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد كل ده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وكأنه حضرت النبي يقول لنا إيه أكثروا في هذه الأيام اللي هي الأيام العشر من ذي الحجة من أعمال الخير في سائر هذه الأيام بس هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رح ضرب لنا إيه مثال يعني إيه يعني إيه أنتوا الرواية تانية حضرت النبي ضرب لنا مثالا اللي هو إيه الذكر لو لا إن ربنا سبحانه وتعالى بيحب الذكر لما أمرنا أن نذكر الله ذكرا كثيرا يبقى الحمد والتكبير والتهليل كله مجموع في الذكر يعني كأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول إيه أي باب من أبواب العمل الصالح اعمل ما تجد فيه قلبك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك عشان بس ما حدش يجي يقول إيه وانا بنقابل ناس للأسف يعني مش فاهمين وسع هذا الدين الناس بتعود تدين الكم يقولوا رسول الله قال إيه إيه يا سيدي قال إيه قال فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد بس حضر التنبي قال بس ما قالش بس ولكن في ملف وفي العمل الصالح الذي هو عنوانه الذكر لو عتختاروا ذكر بأفضل الذكر التهليل والتحميد والتكبير يبقى رسول الله بيقول إيه كل واحد فيكم يقبل على الله من الباب الواسع المفتوح له مع الله يبقى هذه الأعمال أكثروا فيها من العمل الصالح من كل الأبواب كل الأبواب كل الأبواب فأراد حضر التنبي إنه ويفهمنا ده فجاء في باب الزكر رح أعمل إيه رح فتح لنا أبواب الزكر كلها فتح لنا أبواب التهليل وأبواب التكبير وأبواب التحميد ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل إيه فأكثروا فيهن من لا إله إلا الله ألا من التهليل فكل اللي يدخل فيه مسألة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كله هيدخل في التهليل طب كل حاجة تدخل فيه تعظيم الله فتح تكبير كل حاجة تدخل فيه شكر الله فتح تحميد إيه ده يعني أكثروا في الذكر شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا في الذكر إيه من توحيد الله أن أنت تعرف أن أصل الحياة من عند الله وبعد كده وتعظم الله سبحانه وتعالى فلما تعرف أن الله هو الإله الواحد المعبود بعد كده تعمل إيه تعظمه سبحانه وتعالى ثم إيه فلما تعظمه تعظم ما جاء من عنده إلا هو إيه إلا هو عطياه وفضه سبحانه وتعالى فتحمد الله ولئن شكرتم لأزيدنكم يبقى الكلام هنا في سائل الأعمال بس رسول الله علمنا ناخد بقى في سائل الأعمال يعني نقدر نعمل الكلام ده فين في الصوم في الصوم يعني إيه واحد عيسوم الاتنين والخميس في هذه العشر حتى ولما كانتش عادته واحد عيسوم عرف حتى عيسوم كل عشر أوه ده كلام حلو ده على نفس الطريقة إيه فأكثروا فيهن من الإيه من التهليل والتكبير والتحميل ترجمة نانسي قنقر